حذر خبراء الصحة عالميون من تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة حيث وصفوا الظروف الرهنة بأنها كارثة صحية عامة أشار الخبراء إلى افتقار سكان غزة للصرف الصحي ونقص المواد الغذائية والمياه النظيفة ما أدى إلى انتشار الأمراض بشكل مقلق للغاية خاصة بين الأطفال والنساء وقد حذر الخبراء أيضا من الاقتضاد المدمر في مدينة رفح الجنوبية حيث لجأ نصف سكان غزة إلى المأوى بعد نزوحهم بسبب القتال الدائر الظروف المروعة في قطاع غزة ليست مجرد مشهد مأساوي بل هي كارثة صحية عامة حيث يعاني سكان غزة من افتقار شديد إلى المياه النظيفة والصرف الصحي مما يؤدي إلى انتشار الأمراض بشكل مرعب خاصة بين الأطفال أمراض أوبئة أولادنا بيعيوا على طول نزلت معاوية غير أن الريحة حتى فس طريق تمرق منها ومن جانبها سجلت منظمة الصحة العالمية عشرات الألاف من حالات التهابات المجار التنفسية والأمراض الجلدية والمعوية في ملاجئ الأم المتحدة ويؤز السبب الرئيسي لهذا الانتشار السريع إلى نقص المرافق الصحية والنظافة إن تنظيف مياه الصرف الصحي أو إضانة النفايات في غزة مشكلة مزمنة للغاية وهي مستمرة منذ عقود والمشكلة بسبب الحصار ليست جميع الأجزاء اللازمة لإضارة النفايات تعمل بشكل فعال في غزة لذلك يجب وضعها في البحر وفي بعض الأحيان تؤدي إلى تلويث المياه الجوفية لقد أصبحت المدينة مثل قنبلة صحية مؤقتة صورة صادمة للوضع الصحي في قطع غزة عقب العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي على القطع فالصرف الصحي المعيب ونقص المياه النظيفة يهددان بكارثة صحية عامة كما أن الحلول العاجلة والتضامن العالمي هو السبيل الوحيد لإنقاذ السكان من هذا الوضع المأساوي ومنحهم الحق في حياة كريمة وصحية اشتركوا في القناة